إذن متبعين كرام تلقيت بزاف ديال الرسائل فيما يتعلق بهذا الموضوع الموضوع ديال المسيرة اللي كانت اليوم في الرباط مسيرة من المفترض أو مظاهرة من المفترض أنها داعمة للقضية الفلسطينية لكن دائما دائما كما عادة كما عتدنا دائما لابد ما تخرج حركة الوهتان حركة النفاق والبهتان والمحسوبين عليها والمتاجرين الكبار بالقضية الفلسطينية يستخدموا هذه القضية لإضربوا في بلادهم وإروجوا للرواية للأعداء المغرب والأعداء المغاربة وخرجوا اليوم وخرجوا صورة النصر اللات لذلك المقبور وإسماعيلها نياحنا لم نكن معها مشكلة لكن نصر اللات لدينا معها مشكلة نصر اللات كان زعيم تنظيم ميليشياوي مجرم إرهابي هدد الأمن القومي المغرب دربوا وسلحوا المرتزقة البوليزاريو وكان هو الوراء وراء العملية الإرهابية اللي كانت دارسوا السمارة بصواريخ إيرانية جاءت تأكيد اليوم في تقرير المينولسو الذي صدر اللي قال على أن هذا الصواريخ المددية لـ 40 كم من عيار 122 مم أي أنها صواريخ إيرانية صواريخ إيرانية طوّرت من الصواريخ الغراد وضعوا الصواريخ الغراد وضعوا المددية لها وضعوا المرتزقة البوليزاريو كيف يدربهم؟ يدربهم تنظيم حزب الله في العملية الإرهابية الإرهابية لا يوجد عزيز غالي ويحمان والجامعة والجامعة والجدار المظاهرة اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر كيف يدرب حزب الله يدرب البوليزاريو لكي يقتلون مغاربة؟ لا لا تتكلمون حول هذا الموضوع لكن هناك مظاهرة متعلقة بالقضية الفلسطينية يجبونهم في الصفوف الأولى لكي يركبوا على الموجة لكي يهزوا الراية الأسياد لكي يخدمهم الشيعة الإيرانيين تنظيم حزب الله ويقلصوا ويطبلوا ويزمروا لتنظيم حزب الله عندهم عندهم بالهلك المقبور النصر الله في مقام الرسل وفي مقام الأنبياء لا تظلوا على نصر الله لا تنتاقدش نصر الله لماذا يدرب الملتزاقات البوليزاريو بشقة المغاربة؟ ولا على الصيفة التنظيم له إلى سوريا يرتكبوا أبشع أنواع الجرائم أبشع أنواع الجرائم يرتكب هذا التنظيم في سوريا ويستمروا إلى الجرائم في سوريا يرتكبوا في سوريا لا يعتبروا أنواع الجرائم في سوريا ونحن يحاولون أن يركبون على الموجهة القادية الفلسطينية والآن قد يقومون بذكره في غزة يريدون أن يروجون للصورة النصر الله وهذا مقاوم على طريق القدس ومعرف ما هو الخاوية مقاوم على طريق القدس ويقاتلنا في صحراء وهذا ما هو تريد القدس من سندوف فهو ما هو فكره أنا أريد أن أقول بهذا الموضوع مرحبا رفيا عنهم القلم لا أستطيع حما قراث مع هذا الماستخدام لا أستطيع نقش معهم لا أستطيع نحجج معهم لا أستطيع نقشوا معهم لأنني أعرف أنهم عقلهم متحجر لأقلهم متحجر عندهم مبليون من إيران والشيعة ويعملون ماذا؟ لكن عندما يأتي الآن ويركبوا على مظاهرة ويخرجوا الصورة النصر والله ويقول لك شاهد ومشاهد حتى يعملهم ولكن يغلط واحد فيهم؟ يغلط واحد فيهم فيما يتعلق بالأمن القومي المهدبي لا أكيد لأن الأجهزة الأمنية المغربية لا تتفلل لا تتفلل فيما يتعلق بالأمن ويتعامل مع تنظيم إرهابية لإهدد الأمن القومي المهدبي لا يتقوم بها أما القضية أنهم يخرجوا في مظاهرة ويهزوا الصورة النصر والمعرفة ويغوتوا على حزب الله المنهار أصلا أشغلهم هذا دعوا منهم نلغى الدولة عام كامل وهذا التنظيم من العدل البهتان الذي تم العدل الإحسان ويغلطوا في الزنار ماذا؟ ماذا يهموني في هذا الموضوع؟ النقطة الأولى الدبلوماسية المغربية ترأس أجلات الملك نقطة نهاية الدبلوماسية المغربية ترأس أجلات الملك ولا أحدهم ولا أهمان ولا أحدهم ولا أحدهم لا أحدهم لا أحدهم لا أحدهم ما تريد أن يتصل لذلك انهيار تنظيم حزب الله وانهيار تنظيم حزب الله معناه انهيار المشروع من نظام حضرات الجزائر مع ايران في تدريب وتسليح ملتزقة البوليزاري والاستهداف الامن القومي المغربي هذا ما يهمني هذا ما يهمني ونحن قرصنا مع عزيز غالي ماذا يقول ويحمي ماذا يقول دعوهم يغوطهم لنا الغبضة شغلوا ما هذا باعوا ريسهم الايرانيين شغلوا ما هذا حريتهم حرية شخصية ضب رأسهم ولكن حدهم يغلطوا في الامن القومي المغرب ولا يهددوا الامن المغرب ستكون هدرا اخرى ستكون هدرا اخرى هذه السألة وهي باينة وواضحة فهذا هو مجلس نقطة لا عزيز غالي ولا اويحمن ولا المهداوي ولا بن كيران ولا الزمركحل قادرين على انهم يؤثروا على الدبلوماسية المغربية الدبلوماسية المغربية لقد اكتفاق ثلاثم بالولايات المتحدة الامريكية واسرائيل قائم وملتزم بها الدبلوماسية المغربية تحت اشراف جلالة المنك الامن القومي المغربية الذي سيقرب لي سيكون لاسا يكون كما كان نقطة الى السطر وطبيعة الحال الانهيار الكبير من نظام حضرات الجزائر مع تنظيم حزب الله ومع ايران هذا ما يهمني في هذا الموضوع وبالما تحمل قراثكم وبالما تعصب قراثكم مع امثال المتاجرين بالقضية الفلسطينية التي تجربوا في المعاناة من الناس بطريقة جدا 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 والله العالم من الناس تجربهم بالشعارات متابعنا معكم في فيديو القادم المتاجرين بالقضية المتاجرين بالنسبة لتعلم مع جمع وشتقم مره influبية المتاجرين بالقضية